السلام عليكم اخواتي مرحبا بكم في قناة طبخ وحلوية فاطيما ونقولكم صحة مولودكم للمرة الثانية اليوم ان شاء الله الفيديو تعلها اليوم كما تشوفوا جبت لكم روتيني ليلة المولد النبوي الشريف نتمنى ان شاء الله يعجبكم ونخليكم مع الروتين هنا اول حاجة كما تعرفوا هنا جهة الغرب ليلة المولد النبوي الشريف نديرو الرقاق وفي الصباح نديرو بركوكس يعني في الفطورة على الغدوة من ذاك نديرو بركوكس بالنسبة للرقاق هنا يا غادي في كوكوطة نرابو زوج حبا تبصل يكونوا متوسطين ولا حبا تكون كبيرة ولا استعملي الروب بعد ما رابيت البصل التاعي ضفت معه زوج مغارف كبار تازل الزيت وكذلك ملعقة كبيرة تاع سمن ولا ملعقة كبيرة تاع مارغارين انتي والدوقة تاعك نقليهم مليح اه على نارة متوسطى دايما بما ينحرق الناشر البصل التاعنا وتاني حاجة الماكلة التاعنا جينا ابنينا انا الرقاق اليوم غادي نحضرها بالجاج وهو يعني يترافق مع الجاج يجي بزاف ابنين لكن لكن عندك الحمولة يعني يبقى لك الاختيار لكن صراحة بالجاج يجي افضل هنا نقلي البصل مليح هنا يا انا غادي ندير مارق اسفر لكن الاخوات اللي يبغاوا يديروا المارق احمر هو يجيب المارق الاحمر كذلك يجيبنين ديري مع حبة طماطم قسميها على اثنين وحطيها مع البصل تتقلم هنا درت القطع تاع الجاج التوعي هنا الجاج على حسب افراد العائلة وكل واحدة والدوقة تاحا هنا ندير الملح ندير التوابل درت الملح وعود تقرفة عود صغير تقرفة وحبت تاع كبابة حوالي رب حبت تاع كبابة وفلفل اسود وندير كذلك زنجبي المطحون وشوية تحكركم بما انه غادي ندير المارق اسفر اذا كنتوا يديروه احمر كما قلت لكم الطماطم تلحب وديري معها شوية الفلفل حمرة نقلي مليح هذا الجاج والبصل مع التوابل نقليهم جيدا دايما على نار هادية باهجيني الماكلة بنينا دايما هادية نقولها لكم هنا بالنسبة للخضر كيلي قدم الرقق التاعها بالخضر يديرها الحضرة لكن انا الوصفة اللي اطاتها لي اخت اللي نشكرها كذلك يعني هي خابيرة في هاد الميدان عندها خبرة ديجا قلت لي يجي غيب اللفت ديري غيب اللفت بايجي المارق احلو ويجي خاطره ويجي شابه انا هنا درت زوج حبت تاع لفت قليتهم كذلك عودت قليت الكل معه بعض ومن بعد مرقت بالماء يكون ساخن يعني دايما المرق وبالمحامي بهي يجينا الماكلة تانية بنينا اضفت معها الحمص من بعد غادي نزيد المرق شوية نغلق الكوكوطة التاعي نخلي المارق التاعي طيب ونروحو نكملو للطابق التاني اللي حضرته هنا بطبيعة الحالي اللي تريد مولود نديرو حاجة حلوة ان شاء الله ربي حالي ايامنا هنا در طاجين يحلو درته فقط كعشوائي لانه ممكن نكون مقلقة ما نديرش المقادير ندير عيني ميزاني الصراحة نقولها لكم هنا في طاجين درت شوية تعزيت شوية تعسمن ولا مارقارين شوية تعفلفل اسود يعني قرصة وقرصة تعملح ونجمة ويعود تقرفة ومن بعد مرقت بالمحامي ودرتهم على النار وخليتهم حتى بدا يغلي هادا كلمة من بعد لازم تخليه يغلي مليح وتخليه يغلي كذلك على نار هادئة بعد ما يغلي هادا كلمة اللي درتي هنا غادي درت انا صفرجن تبغي تديري التفاح تبغي تديري بعويدي يعني بقالك الاختيار من جهة اخرى درت فنجل تعروز يغلي مع الما والملح وشوية تعزيت بها نحضر اسلاطة هنا غادي نضيف كمية السكر يعني عيني ميزاني وخلي هاداك الصفرجن التاعي طيب هنا بعد ما خليت هاداك الصفرجن التاعي طيب يعني على نار معتديلة يعني كما تعرفوا الصفرجن ما وش غادي يدي طيب زيف هنا نجي بها نحضر اسلاطة تاعي هنا اسلاطة غادي نضيفها الروز والجازر واسلاطة خضرة كما تبغي تديري على حساب الامكانيات والحساب اللي متوفر عندك هنا انا ادي ثلاث حبة تاع الجازر غادي نراب بهم كما كنت شوفوا راني مغبونة مع الروز يعني صراحة مين نكون مقلقة لبغات عندي الروبو عندي لكن ما نخدمش به دايما نخدم بالرابز غادي نخلي الجازر التاعي في التلاجة الى حين بها نحضر اسلاطة التاعي ونشوفوا التكميلة هنا سفرج التاعي بعد ما دخله شوية تعطيب اضافت عليه السزبيب اللي كنت نقعته في المحامي ونخليه يطيب على نار هادية نضيف معاه شريحة عليمون ونخليه يطيب على نار معتديلة هنا كما تعرفوا ما كاش طاجين حلو بلا سفيرية ولا بلا شبح السفرة انا هنا صراحة كان عندي شوية عقدة تحكي وكاو وبما انه الوالد التاعي ربي طول في عمره يبغي هاد شباح السفرة في الطاجين الحلو هنا تبغي تشكلها صباعات وتقليها في شوية زيت شوية سمن او تديريها كويرات يعني انا مداري نحضرها ونديرها في علبة فل الموجميد لكن ما بقعتش كنت نديرها على شكل اشكال يعني من بعد نخلي لكم الرابط تاع الوصفات في صندوق الوصف هنا انا درت صباعات ودرت كويرات يعني يبقى لكم الاختيار نخليهم يتقلوتين دول لون الذهبي ننزحهم ونديرهم في ورق ماس ونخليهم ينشفوا مزديد من بعد نقدمهم معنا المالق تاع الحلو وكذلك حاجة واحدة اخرى لازم تشربهم بالمارقة الحلو بها يجو بنان ويجو شابين روحوا الان نحضروا التحلية ولا تشوفوا التحلية اللي حضرتها هنا بالنسبة للتحلية ما بغيت ندير تحلية معقدة لانو ديجا تقهوين بالمقنتة وتقهوين بالقاطو درت فقط تحلية تحلية بسيطة جدا فلون العادي اللي ترحلي بوست مغرفة فلون يعني قان عارفوها فقط كتحلية بسيطة لانو كيما قلت لكم ما بغيت نعقد الامور اكتر لانو كان راحة ليا الحال وما دخلتش بكلي للكوزينة صافي اه تعقدت الامور عليها هنا غادرت الفلون عادي وفرقتها في القوالب ودخلتها للتلاجة يبرد ومن بعدا نقدمها لهم في الصحرة فقط كتحلية لانو ديجا رام شبعانين كما نقولوا هادي هي كتحلية هنا بالنسبة للمارا اختار رقاك حلية الكوكوطة مرة على مرة نتفقد الجج لا بغيتها شي تفتت لي بغيتها يقعد محافظة للشكل التعوي لكنه طيب هنا حمرتها في شوية سمن وزيت خليتها يدي اللون الذهابي وخليها علاجها الى وقت التقديم هنا رجحت الاسلاطاء هاداك الروز بعد ما اغلى وطاب صفيتها وخليتها يكتره مليح من هاداك الماء ضفت عليه سلسطة الخل كذلك اللي غادي نخلي لكم الرابط تحافي صندوق الوصفة هاكا الاخوات اللي ما شافوهاش يكتشفوا الوصفة هنا ضفت معاها الدراء درت الدراء المعلب وشوية فلفل اسود وشوية خردل تبغي تديري المايونيز ديري انا هنا ضفت المثلي انه دقتها جاني شوية صامت ما بحيته يجيني هاكا تعرفوا انه الروز لازم يكون بنين كذلك الجزر اه ولا زرودية اللي كترابيتها درت لها التوابل تواحى هنا اه 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 ندي السحن يكون الشكل التعويه بلا طبيعة الحال درت الروز تاعي في الوسط ومن بعد يعني هنا مو اه حاولي انك تديري على شكل اه فيه قالب ولا فيه غرفية ديبتيقام كهكا اديري الروز للتعك ولا فقط تديري بيدكي من هكا يعني انا كنت مقلقة حتى يفوتني الحال نتفكر بلي كاين غرفية بها ندير فيها لانه كنت كون نكون في المطبخ ونبدأ نتقلق صيyan كما نقول الرابعة نتلفه هنا بطبيعة العراكم عارفين اه درت اه 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 تلاتة تاع تاباسة تاع ستراتة واحد كبير وزوجه صغر لانه كما تعرفون مشيق على الافراد العائلة يتعشون مع بعض هنا الروز بتاعك حاول انك تسجمه في الواسط تعطيه شكل شباب كما قلت لكم تبغي تديري معه معه دنوس ولا تديري معه الطن ولا يبقى لك الاختيار يعني هذا انا طريقتي هنا كما رأنا نشوفه بعدما سجمت هذا الروز في وسط الطبسي ديد الزرودية اللي كترابيتها ودرتها ساير داير على هذا الروز ممكن تديري باربة ولا يعني البيطرف ولا يبقى لك الاختيار انا هنا درت غير الجزر لانه الجزر هو اللي يكلوه اكتر صراحة وهو اللي محبوب عكس البيطرف مينتكلش ولا ممكن ديري له بياه خضرة ممكن الحسب اللي يكون عندك هنا مهم نفرحه افراد العائلة باطباق تكون مختلفة ومو غير النوع المال لتفتح الشهية للأكل هنا نسوي هذه الزرودية مليح هنا ديت سلطة خضرة كذلك اغسلتها وصفيتها من الماء ونديرها كذلك على كامل طبسي هنا فقط نعطيكم كملاحظة يعني كيكون عندك الضياف ولا ايفيتي هذيك سلطة اللي تكون لون تحها اخضر يعني تكون خضرة فونسي ديري هذيك اللي تكون صفرة خضرة فاتحة ديريها بها تعطيك نظرة واحدة اخرى لسه لكن انا من الافراد العائلة ديرتها قاع ما بغيتش ننقيسها هادي هي والصراحة ما ننقيسوش فسوالح لانه كل شيرا غالي كل شيرا ننشره بالدراهم نديرو لها حساب معليش ناكلوها احنا اصحاب الداري كيكونوا عندنا الضياف نبدلوا هنا درت سلطة كما كنت تشوفوا ساير داير على الطبسي هنا اضيت بالنسبة للمايونيز كيلي ما يفضلش المايونيز انا جاتني كفكرة اضيت بوش جطاب درت فيها لادوي ودرت مباشرة حالي تحبت تعجبن ودرتهم في لابوش وشكلت هذي غوزاس هكا يجي خفيفة ويجي بنينة مع سلطة الجبن مع سلطة وكذلك للناس اللي ما تفضلش المايونيز صراحة انا الوالد التاعي من هذي الناس اللي ما يفضلوش المايونيز في السلطة وما يبغوهاش نهائيا هنا فوق هذو كلي غوزاس درتها حبات تعذرة بيه نكسر هذي اللون الابيض فقط ولا تديري طماطم هنا يضيت حبة تعبيد اللي كنت تغليتها ديجا من قبل خليتها تبرد بيه تساعدني في التقطيع درت الحبة على ربعة وحطيتها للسلطة التاعي انا هنا الصراحة مستعملش الطماطم لانه الطماطم كما تعرفوا رهي غالية والصراحة ما هيش عندي ما درتهاش هنا تضيت حبيبات تعزيتون اسود ولا تديري الموف ولا يبقى لك الاختيار درتها على كامل الوجه تاع سلطة يعني يعني التزين يبقى لكم اختياري هنا بهنكسروا اللون فقط هنا كالاخر لمسة في السلطة ديت علبة تعطون بالزيت صفيتها مليح من هذك الزيت وفتت التهي يعني ودرتها على كامل الوجه تاع سلطة هي يعطيني تكون كاينة الوان وحيوية فالصحن هي اللي تخلي ولا تشدب اللي غادية كل للأكل التاع وللأكل التاعك في صيفها عامة هنا غادي ندخل سلطة التاعي للتلاجة ونخليها تبرد بالنسبة للبرقوق كما كنتو فولا طاجين حلو هنا هي الفيديو التم حالي بعد ما اعطب هذك الزبيب ودقت الماراق سلطة هذك وف السكر ضفت حبات تاع برقوق اللي كانوا كدجة لاخرتهم لفختهم هما تاني في المحامي ولا درتهم يتنقعوا في المحامي هنا فقط نعطيكم كناصحة نقصي الغاز على البرقوق كديري بما الحبة ما تتلطق لك ويعطيك الماراق اسود هذا هو الطاجين تال حلو التاعنا نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف سيطاب وطفيت عليه وبالنسبة للماراق تاع الرقاق كذلك وجد وطفيت عليه بقالنا مرحلة واحدة اخرى هنا بالنسبة للرقاق بعد ما صفينا هذك الماراق تاعنا يعني مش صفينا طفينا عليه ندوه هنا يا قدرة وكسكاس وندي هذك اوراق تاع الديول عفوا قلت لكم الديول تاع الرقاق وننفورهم في اخر لحظة عند التقديم نفور اوراق الرقاق بهذه الطريقة كما تشوفوا بالنسبة هنا الاخت اللي قاتلي ييبس لي الرقاق ما ييبس لكش كي تكملي يعني كي تكملي تخدمي وتكملي تكوني ديرا بلا حطي فيها الرقاق تاعك غطيه بسربيتة من بعد شكلي على شكل طواجين يعني الطاجين كل طاجين ديري فيها ست اوراق ولا سبعة اوراق وطبقيه وديري في كيس بلاستيكي إلا كنتي قادي تستهلكي الرقاق تاعك الغدوة من ذا كله خليه في التلاجة وإلا كنتي يعني عندك مدة بح تستهلكيه ديريه كذلك في كيس وديريه في المجمد وخليه حتى انها اللي تبغي تستهلكيه الجب ديه قبل من الوقت هنا كما قلتكم اخر لحظة اللي تبغي تقدمي فيها الرقاق ديريه يفور بها تاكليه حامي وكذلك تقدمي الاكل التاعك حامي هنا كذلك ملاحظة واحدة اخرى لازم القدرة التاعك لما يكون غلا بها تحطي الرقاق التاعك ومرة على مرة تقلبي ما تخليش هكا تبدأ يتقلبي فيه يعني اللي يكون من تحت ترجعهم من الفوق ولي يكون من الفوق تهوديهم من تحت بها يحمى بصيفة هنا بعد ما فورت هذك الأوراق تاع الرقاق نجي صفي الماراق التاعي وهذا كالبصل كاين هذك اللفت اللي يدرتاه كاي اللي يبغوا يمرسوه في الماراق بها الماراق التاعكم تتقال وكذلك تعطيكم بنا لكن انا الوالد التاعي فضل اللفت يأكلها كقطع خليته على جيها وهنا يصفيت الماراق وهذاك البصل ممكن تميكسيه ممكن فقط هكا في الكسكاس حاولي انك تهرسيه بالملعاقة بها ما يقعدش الماراق بها الماراق التاعك يقعد صافي وفي نفس الوقت تتقيل هنا في هذ المرحلة دوقي الملح اونكا كان خاصها الماراق التاعك الملح ضيفي لها الملح لكن ما تضيفيش بزاف ضيفي على حساب الدوق التاعك وخلي عاودي يخلي الماراق التاعك يحمى بها تقدمي طابق التاعك حامي ويكون شباب ولاديد هنا جينا الاخر مرحلة وهي مرحلة التقديم بعد ما وجدنا كل شيء هنا كما كنت شوفوا ابراق الرقا قدرتها على شكل اعشاش بها يجيني الشكل كما قلت لكم وللتقديم يلعب دور في الاكل التاعك هنا نخلي لكم الصورة هي اللي توضح لكم الرقاك شوفوا كدلت له بهجاني هادك الشكل انا كنت بغي شكل اخر لكن ما صراحة كنت مقلقة ما ما طيتاش قيمة التركيز بها الطريقة تطبقي الورقات تاعك تاع الرقاك بهذا الشكل هادا وتعاودي تطبقيها على ثنين وتتلفيها على صبعك يعني بشكل دائري بها الطريقة وتحطيها في الطبس تاعك هادوك الاحشاش هادوك بهذا يعني تديري فيهم الحمص انا هنا يصفيت الحمص درتها في الاحشاش وحطيت هادك الججليك وتحمرتها في الواسط اهنا بالنسبة للبرقوق كذلك حطيت السفرجن بشكل دائري وحطيت الحبة تاع البرقوق ساير داير وشباح الصفرة في الواسط وزين تبعود تقلفها وبالنسبة للاصلاطة بعد ما بردت في التلاجة قدمتها او رافقتها مع صلصة الخلي غدي نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف وكذلك بالنسبة للتحلية اقلبتها في يعني الفلون اقلبتها في طبسي وزينتها بالنسبة للرقوق ما تنساوش تقدموا المارقة معاه ما تنساوش لاعجبكم الروتين تاع نهار اليوم ولا روتين المولد تخلو لي جام تخلو لي اين كومنتر بها تججعوني وتدعموني وانزيت نقدم لكم روتينات اخرى غدي نخلي لكم الروتين اللي كدرته في صندوق الوصف وكذلك اختمتها لكم بالحاجة احلوا بها ربي حلي ايامنا ان شاء الله ما تنساوش لبنات تفعلوا الجرس وتشتركوا ليصلكم كل ما هو جديد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة